أعطى الملك محمد السادس توجهاته من أجل إطلاق عملية مكثفة لتلقيح ضد فيروس كوفيد 19 في الأسابيع المقبلة بناء على الرأي الصادر عن اللجنة الوطنية العلمية ذات الصلة والذي يشير إلى أن حملة التلقيح تشكل ردا حقيقيا من أجل وضع حد للمرحلة الحادة من الجائحة هذه العملية الوطنية الواسعة النطاق وغير المسبوقة تهدف إلى تأمين تغطية للساكنة بلقاح كوسيلة ملائمة للتحسين ضد الفيروس والتحكم في انتشاره فحسب نتائج الدراسات السريرية المنجزة أو التي توجد قيد الإنجاز فإن سلامة وفعالية ومناعة اللقاح قد تم إثباتها وهكذا فإن هذه العملية من المنتظر أن تغطي المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن ثمان عشرة سنة حسب جدول لقاحي في حقنتين وستعطى الأولوية على الخصوص للعاملين في الخطوط الأمامية وخاصة أن العاملين في مجال الصحة والسلطات العمومية وقوات الأمن والعاملين بقطاع التربية الوطنية وكذا الأشخاص المسنين والفئات الهشة للفيروس وذلك قبل توسيع نطاقها على باقي الساكنة وتمكنت المملكة من احتلال مرتبة متقدمة في التزود باللقاح ضد كوفيد-19 بفضل المبادرة والانخراط الشخصي للملك محمد السادس الذين مكنوا من المشاركة الناجحة للمغرب في هذا الإطار في التجارب السريرية وهكذا أعطى الملك توجيهاته للسلطات المختصة للصهر على الإعداد والسير الجيدين لهذه العملية الوطنية واسعة النطاق سواء على المستوى الصحي واللوجستيكي والتقني كما تم تسلط الضوء بالخصوص على الولوجية لللقاح في إطار اجتماعي وتضامني وتوفيره بكمية كافية وكذا على اللوجستيكي الطبي للنقل والتخزين وإدارة اللقاح على كافة التراب الوطني ووضع نظام ناجع للتسجيل القبلي للمستفيدين وبهذا الصدد دعا الملك إلى تعبئة جميع المصالح والوزارات المعنية ولسيما العاملين بقطع الصحة والإدارة الترابية والقوات الأمنية وكذا الدعم الضروري للقوات المسلحة الملكية وفقا للمهام المنوطة بها من طرف الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية في إطار محاربة كوفيد-19 ترجمة نانسي قنقر